المسألة السادسة قالوا أحرق المصاحف عثمان رضي الله لما جمع القرآن مرة ثانية أمر بجميع المصاحف التي تخالف العرضة الأخيرة حتى لا تقع مشاكل بين الناس أمر بإحراقها وأن يعتمد الناس هذا الذي جمع بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وارضام على خلاف من ابن مسعود رضي الله عنه فأمر بإحراق المصاحف رضي الله عنه يقول أبو بكر بن العربي القاضي رحمه الله تعالى يقول عن إحراق المصاحف يقول تلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى فإنه حسم الخلاف وحفظ الله القرآن على يديه ولكن كما قيل ومن يكذاف من مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة يعني لكاره عثمان حتى حسنات عثمان يجعلها مثالب ومساوئ لعثمان رضي الله عنه وارضاه